إذن سبق الأشهر الحرم فأغضلوا المشركين حيث بدأتمهم وأغضوهم وأعصرهم وقعدوا لهم كل موصد فإن تاموا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقلوا سبيلهم إن الله غفور رحيل وإن أحد من المشركين استجارك بادره حتى يسمع كلام الله ثم أبله مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحواب فما استقامونكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقيم كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا لما يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا لما وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وعاتوا الزكاة فإغوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكسوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكسوا أيمانهم وهموا بإقراء الرسول وهم بدلوكم أول مرة أتخسر لهم فالله أحب أن تخسروا إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويغذيهم وينصركم عليهم ويشفش دور قوم مؤمنين ويرهب غير قلوبهم ويتوم الله على من يشاء والله عليم حكيم أما حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتبعوا من دور الله ولا رسوله ولا المبنين وغيدا الله خفير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعبروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم من الكفر أولئك عبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعبر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المتدين أجعلكم سطاية العاد وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستعون عند الله والله لا يهدم قوم الظالمين الذين آمنوا وآجوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برعبة منه ورقوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتفضوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استعبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله أتربسوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوما فاسقين لقد نصركم الله في مواطن كسيرة ويوم أبنيهم إذا عدمتكم كسرتكم فلم تؤن عنكم شيئا وغاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبين ثم أنزل الله سبيلته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لن ترواها وعلم الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوق الله من معد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن غفتم عيلة فسوب يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم عكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسولهم ولا يدينون دين العقب من الذين قوتون بالبعد حتى يؤمنهم يتعينهم وهم صابرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهرون قول الذين كبروا من قبل قاتلهم الله أن ما ينفكون اتغلوا أعبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مويا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه سبحانه عما يشركون يريدون أن يطبعوا نور الله بأفواه ويأب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أوسل رسوله بالغدى ودين العقب ليزيره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرغبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويسدون عن سبيل الله والذين يكنزون الزهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وزورهم وهذا ما كنلتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهر عند الله إثنى عشر شهر في هتاب الله يوم ما فالسماوات والغوم منها أربع سنعون ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم مقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وعلموا أن الله معلم التبير إنما النسيء زيادة في الكفر يطلبه الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواقيوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدل قوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم منفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض أرضيتم بالعياة الدنيا من الآخرة بما متاعوا الحياة الدنيا في الآخرة لا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تبروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ساني اسمين إذ هما في الغار إذ يقول لصالبه لا تعزن إن الله معنا فأنزل الله سبيلته عليه وأيده بجنود لمن تروها واجعل كلمة الذين كبروا السفنى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أمو أمو